فرشاة أسنان غريبة، نظارة متال التي تعاونوا فيها مع أوكلي وأيضاً لوحي جالكسي النسخة الخفيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم بأسر السيف ثلاث متوجات كالعادة وبسم الله نبدأ بهذا اللوحي الرائق الذي يعتبر نسخة مخففة يظل في أشياء التي نضع لكم معها الجالكسي Tab S10 Lite جهاز الذي يأتي بسماكة 6.6 مليمتر يأتي أيضاً بوزن 524 جرام شاشة الجهاز نفسها بحجم 10.9 إنش من نوع TFT LCD بداية الحيد، نقطع في الخصائص ونصل لنسخة اللايت يأتيكم السعر ونعرفوا لماذا حدث ذلك أيضاً نتحدث عن أبعاد 2112 في 1320 مع دعم 16 مليون لون وتها ردد 90 هرتز إلى الأحيان الأمر طيبة معالج الأكسينوس 1380 المبني على منصة 5 نانوميتر يعتبر بيئة متوسطة جيدة وأيضاً نتحدث عن أداء جيد في الاختبار يعني ليس شيء جيد رائع 120 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة 2947 نقطة مع هذه الإعدادات اعملت بوب جي بسلاسة جيدة على أعلى الإعدادات يظل هذا الجهاز ما يعتبر أفضل أداء من ناحية الألعاب يحتر بعض وقته قليلاً مع الاستخدام المكثب بلذات الألعاب التقيلة ما تستطيعون تفعله؟ تخففوا من خصائص الألعاب وتشتروا معكم رائعة بإذن الله لديكم كاميراتين كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وأمامية 5 ميجا بيكسل ونتحدث عن دعم تصوير الفيديو بدقة Full HD 30 إطار في الثانية إلى الآن الأشياء لدينا مرة عادية في التقلية جيداً الجهاز أيضاً في مساحة تخزينية 256 جيجا وداكرة تضاف لها 6 جيجا بايتين خاصية الرام بلس سامسونج نتحدث عن نظام الاندويد 15 وواجهة الوان يو آي سبعة التي من خلالها بكل بساطة تقدر تحصل على اختصارات والأشار رائعة القلم شيء مع الجهاز المهم نتحدث عن بلوتوت 5.3 وواي فاي ستة دعم الفايف جي مع أصدارات الأستروفية 5 جي ومقاومة الماء والغبار بمعيار خفيف يعتبر الـ IP42 يأتي بمكبرين للصوت بحيث أن المحتوى تسمعوه بشكل رائع منظومة الجيميناي مدعومة والوصول لبيكسبي وأيضاً الجوجل جيميناي من خلال لوحة المفاتيح نفسها التي موجودة عندكم ويمديكم تختاروا جيميناي او بيكسبي من الزر لهذا اول استخدام على طول يظهر لكم اشتبوا وتختاروا انا النفس اكيد سأضع الجيميناي دائماً وأيضاً نتحدث عن بطارية سيعتها 8000 ميلي أمبير تعطيكم قدرة شاحن 25 ووا الجهاز فيه فتح القفل باستخدام كلمة المرور او لديكم صورة للوجه التي لا نصح فيها او خصائص الاندرويد اخرى الموجودة مع الأشياء الموجودة في الصندوق نعرف ان لديكم خيارات اللون احمر مرجاني رمادي او فضي هنا نأتي للسعر والذي هو 1699 ريال السعر نوعاً ما على لوحة قليلاً ما هو بمرة رخيص او غالي فهذه الخصائص تعتبر جيدة سيؤدي امهام بشكل جيد لا يعتبر بديل للابتوب ولكن ممتاز لتدوين الملاحظات وممتاز لمشاهدة المحتوى ممتاز لأمور كثيرة في المدرسة وايضاً في الفصول العليا وهنا نعرف ان احتياجاتكم هي التي تقيم لكم اللوحة التي تحتاجونه ايضاً من الايجابيات ان القلم يأتي في الصندوق ودعم للذاكرة الخارجية موجودة في الجهاز وتمنيت ان الجهاز يكون اخف قليلاً ولكن اتوقع هذا الوزن جاي على حساب ان بطارية اكبر واقوى تأتي لكم وهنا ننتقل لمنتج الثاني فينو سمارت بروش فرشاة اسنان ذكية تأتي على شكل حرف اليو وخلال مجموعة من ثواني فرشي لكم اسنانكم بشكل كامل فرشاة تتكون من قطعتين اساسية الاولى هي القاعدة والتي يكون فيها كاميرا مدمجة لكي تأخذوا الصور لأسنانكم ويتم تحليلها من خلال التطبيق وهناك شاشة صغيرة والتي يظهر لكم فيها ساعة ومؤقت التنظيف وايضاً كود الاقتران ونسبة البطارية القطعة الثانية هي فرشاة والتي تحتوي على حوالي 1800 شعيرة دقيقة ليس دقيقة انتم رأينا هذه لتنظيف الأفم بشكل كامل خلال 20 ثانية في سيشن أو في جلسة تفريش الأسنان وهناك إمكانية زيادة المدة إلى 30 ثانية لو حصل لكم فترة لم تفرشة أسنانكم نتحدث عن تطبيق فيينو من خلاله تديروا كل شيء التطبيق نفسه يعطيكم نصائح عن صحة الأفم ويحللها بالذكار الاصطناعي مع إمكانية متابعة عادات التنظيف ويصلكم تنبيهات التذكير لكي تحصلوا على خدمات منصة ذكار الاصطناعي لا يجب أن تكونوا مشتركين في خدمة فيينو بلس أما المعلومات العامة عن صحة الفم فهي موجودة ومجانية القاعدة فيها زر الطاقة من الجهة اليمنى وزر لأوضاع التنظيف في الجهة اليسرى وهي ثلاثية الأوضاع منخفض ومتوسط ومرتفع القاعدة تنشحن بشكل لاسلكي والشحنة الكاملة للبطارية تعطي لكم حوالي سبع أيام من الاستخدام الأفضل هو استخدام معجون الفوم نفسه الرغوة التي جاءت معها حسب موقعهم جربت شيء ثاني وعادي لم أفرقت معي ولكن غسيلة سيكون أصعب حيث أنكم ستضبطوها عمر الفرشاة نفسها حوالي 90 يوم مع إمكانية طلبها من موقعه تغيروا فرشاتكم كل ثلاثة شهور؟ أنا لا كل أنا لا ولكن يبغى أن نحسن من عاداتنا الصحية في الفرشات السناعة من خلال موقعهم يعطوكم الأكسسوارات والأشياء التي يلتبوها بالتالي قطعة الفرشة مفروضة أن تتغيرها بشكل دوري حسب كلامهم الجهاز بصراحة استثمار نوعاً ما مناسب للأشخاص الذين يحاولون أن يحافظوا على صحة الأفضل بشكل ممتد مثلاً من وجهة نظري لو عندكم أمور أو حالات مزمنة في الأفضل وتحتاجون لها دائماً يكون عندكم الحرص الزايد قد يكون هذا أمر حسب ما لا دخل في التبييض لها في مراقبة صحة الأسنان والأفضل بشكل عام تتحدث عن 1499 سيريال من جدهم هذا السعر إيجابياتها عمر بطارية يعتبر جيد على تجربة أولى لنا في هذا الأمر ولكن أكيد من الأشياء التي لم تعجبنا سعر مرتفع لهذا المنتج تعرفون الذكاء الاصطناعي يضعون في كل منتج؟ في كل شيء يأتيكم أكواب قهوة فيها ذكاء اصطناعي يقول لكم كيف يشرب قهوة؟ يقول لكم شرب شاي؟ في ذلك شيء ثائر؟ كل شيء يضعون في ذكاء اصطناعي نصل إلى نظارة متا الجديدة تعاونهم مع أوكلي وأوكلي متا HSTN نظارة هي تعاون بين أوكلي ومتا والذي فيها دعم لقدرات الذكاء الاصطناعي مع متا اي اي ما جاء لمنطقتنا بشكل رسمي سيأتينا إن شاء الله وبعطيكم خبر أول بأول بإذن الله ويوم تأتي منظومة المتا اي اي بتكون على كل شيء فيه نظارات ذكية المهم نتكلم على إمكانية محادثة الصوتية موجودة وتأخذ وتعطي معها الأشياء الطبيعية ولكن بدون تدخل في منظومة الذكاء الاصطناعي ومتا تقول لنا تناسب الأشخاص الذين 13 سنة وفوق وزنها 53 جرام والحافظة نفسها 213 جرام وفيها بطارية إضافية فيها سماعات وفيها سبيكورز نتكلم على إضاءة وميض داخلي في الجهة اليمنى وأيضاً زر موجود علوي للطاقة وعندكم التصوير وحساسات لرفع وخفض الصوت مدمجة في نفس النظارة ويمكنكم تشغلوا وتوقفوا وسائط من نفس اللمس الموجودة على الجهة اليمنى النظارات التي تأتيكم من الشركات الأمريكية في العادة والأوروبية يكون فيها نظام يوضح بشكل علني أنه قاعدة لنظارة سجل هذه معروفة في منظومة التي فيها منتجات موجهة في هذه المناطق بعض الدول لا تتطلب هذا الشيء ولكن كثير من الدول تتطلب بأن يكون هناك حفظ الخصوصية لذلك عندما تشغلوا التسجيل يبان الوميض للمبا لكي تقولوا للشخص الذي أمامكم جالس سجل حتى لو أخذتوا صورة سيطلع هذا الشيء ولا يبديكم تطفوه لأنه قانوني في المنتجات التي تتابعة لها المناطق النظارة تأتي مع خمس ميكروفونات مدمجة لالتقاط الصوت بشكل واضح الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا فيكسل والتي تدعم تصوير الفيديو بدقة 3K و30 إطار في الثانية وهذا أهم فرق ما بينها وما بين الجيل الماضي بالذات أن زاوية الرؤية 100 درجة ونتحدث عن سعة تخزينية 32 جيجا بايت لتخزين الصور والفيديوهات المنتقطة دعم أفضل للماء والغبار بمعيار الـ IPX4 لكي نصمي منها مع شركة أوكلي المعروفة في المغامرات والثلج والشيء كل هذا بحيث أنه تناسب لالتقاط المحتوى بمنظور الشخص الأول وأيضاً نتحدث عن هذه المقاومة للرذاذ والعرق والماء الخفيف دعم للواي فاي 6 والبلوتوث 5.3 الربط ممكن مع أجهزة الآيفون والأندرويد من خلال تطبيق الميتا اي اي الذي أيضاً فيه الميتا اي اي الذكالة استناعية لتستخدمه بشكل منفصل على النظارة عادي وهناك منظومة السوشال ميديا حق الميتا اي اي أيضاً من خلال نفس التطبيق سأريد أن تربطوا النظارة وحملوا المحتوى وضبطوا الأمور كلها عليها إذا لم يكن هناك نت عادي تستخدموا النظارة بشكل طبيعي لا تدخل النت أبداً لكن بدون إنترنت يمكن تأخذوا الصور والفيديوهات وأيضاً تضعوا مؤقتات أو تشغلوا الصوتيات التي تحملوها على الجوال مع التطبيقات الدائمة لها مع ربط النظارة بالجوال بكل بساطة تقولوا هاي متا ثم تعطوها الأوامر مثل ابدأ التصوير أو كيف الجو الآن وغيرها من الأمور مع الذكالة الاصطناعية أشياء متقدمة متا ترجميلي وموضوع هذا كل هذا يعني يشغلوها معكم في حياتكم على أي شيء تشاهدوه ما هي الشجرة؟ ما هي الورقة؟ ما هي المنظرة التي تشاهدوه؟ من أين هذه الجريدة؟ والذكالة الاصطناعية يساعدكم بشكل مرحلوه حرام لم أجدنا الآن المهم للأسف ليس كل الخصائص موجودة في منطقتنا وأيضاً اللغة العربية ليس مدعومة بشكل كامل وبالتالي ليس مناسبة للناس الذين يحتاجون اللغة العربية تكون موجودة يظل تسجيل أموركم طيبة أنتم تسجلوا محتوىكم بكيفكم حتى لو لم تعدوا اللغة من الضارة بطارياتها تدوم إلى ثمان ساعات أفضل بكثير من الاصدار الذي قبل وأيضاً نتكلم عن هذه الشحنة الكاملة وتصل إلى ثمانية واربعين ساعة مع الحافظة أنها تستخدموها وتعتبدو عليها تأتي الحافظة بشاحن من نوع USB Type C الحافظة أفضل في مسألة عزل البطارية عن الجسم الخارجي العامل الجوية وسعرها يأتي بـ 399 دولار والذي يساوي ١٥٠٠٠ ريال تقريباً مع الشحن والضرائب ممكن أن تزيد وتنقص بالسعر من إيجابياتها دقة التصوير وأيضاً شكلها قد يكون إيجابية وأيضاً سلبية ولكن الشيء الذي لم أعجبني فيها عدم وجود منصة الميتا آي بشكل رسمي لدينا في المملكة العربية السعودية نظارة نفسها كغوب صراعي استخدمناها في محتوى سجلنا لكم وصلنا لكم ونزلوا على السوشيل ولا حديد لأنه من نظارة ميتا نفسها مع الإصطارات سكايلر وويفير والحين نحن لأوكلي ندخل بعدها لمجال نظارات التي فيها شاشة مدمجة ريبان ميتا ديس بلي أشاهدكم مراجعتها ونهاية الفيديو وكل فيديو أي منتج أعجبكم أكثر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك أتوب إليك أراكم على خير بإذن الله